كل جمهور وعشاق كرة القدم في مصر كان عندهم حلم من زمان أنه يبقى عندنا استاد على مستوى عالمي من خلال التجهيزات والإنشاءات زي اللي بنشوفها في استداد أوروبا علشان كده ملعب استاد مصر اللي استضاف معسكر المنتخب المصري استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لفت انتباه الناس كلها وكان مفار وحديث الناس خلال الأيام اللي فاتت الاستاد حاجة مبهرة جدا أرضية على أعلى مستوى إنشاءات رياضية متطورة جدا ساعة الاستاد تصل إلى حوالي 90 ألف متفرج وجهة مشرفة جدا مش بس للكرة المصرية ولكن للرياضة في مصر يمكن نقول الاستاد ده هو جزء من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية احنا بنجني تمار اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالرياضة خصوصا إن الصرح الرياضي متكامل في قلب العاصمة على مساحة 5 مليون متر المدينة اتنفذت وفقا لأرقى المواصفات العالمية عشان فعلا تكون جاهزة إنها تنظم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب الصرح بيضم حاجات كتير جدا بيضم عدد من الفنادق بيضم عدد من النوادي الاجتماعية والرياضية بيضم تراك كبير جدا مفتوح لممارسة الرياضة ده غير الصلاة المغطاة فعلا صرح كبير جدا ومبهر جدا مدينة رياضية متميزة على أعلى المستوى في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بنباهي بيها أو نضاهي بيها المدن الرياضية الموجودة في دول عالم كتير جدا متقدمة المدينة فيها إنشاءات لكل الألعاب الرياضية فيها صالة مغطاة بتستوعب حوالي 15 ألف متفرج فيها مجمع سكواش مجمع حمامات السباحة الأولمبي ملعب تنس أرضي رئيسي وملعب آخر فرعي بالإضافة لملاعب الفروسية وملاعب تدريب تنس وكل المنشآت دي تم إقامتها وتنفذها وفقا للمعايير العالمية في مجال الرياضة مش هننسى أبدا كمان إن في عشر ملاعب للكرة الخماسية ملاعب للتنس ملاعب للرماية ولرمي الخرطوش إحنا عندنا أنواع ملاعب للهوكي المهياش كانت منتشرة مش بنلاقي ليها ملاعب كتير الناس تقدر تمارس عليها تدريباتها غير إن فيها كمان مستشفى للطب الرياضي ومتحف رياضي وفندق إقامة ومبنى للمراسم والاستقبالات عندنا مصرح روماني مناطق إدارية وتجارية أماكن تزال للعربيات كل ده هنلاقيه موجود وبشكل منظم جدا وبشكل موضح كمان كل حاجة مكانها فين عشان كده نقنا نقول هي دي أكبر المدن الرياضية في الشرق الأوسط وده طبعا بيعكس اهتمام الدولة المصرية بمنظمة الرياضة في مصر بشكل كامل هنكون موجودين النهاردة معاكم على مدار ثلاث ساعات هنستعلق معاكم مواقف كتير ومواضيع أكتر على مدار الحلقة مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباح الخير يا مصر